بسم الله الرحمن الرحيم يقول يوضح بالمعادلات كيف نحصل على البروبين من اثنين بروبانول شن يعني نحصل على البروبين يعني ابي هذا ناتج انزين هذا منه هذا البروبين كربونة كربونتين ثلاث وفي رابطة ثنائية بين واحدة والثانية فراح اقول هني سي اتش تو هني راح اطلها هذي اتش وهذه راح يصير عندها ثلاثة هيدروجين منه الاثنين بروبانول كربونة كربونتين ثلاث على رقم اثنين في شنو هو اتش حلوين اذا هذا هو الاثنين بروبانول وهذا هو البروبين الحين راح اسأل راح يسؤال راح يتكرر وياي طول هذا الفيديو وهو هل عندي طريقة مباشرة اروح من المتفاعل هذا الى الناتج هذا في خطوة واحدة ولا راح اضطر اني اسوي اكثر من خطوة سوي ناتج هني بعدين ايبه هني وسوي له تفاعل ثاني يعني اسوي خطوات عشان ابدأ بهذا وانتهي بهذا لو طالعت وتفكرت شوي راح تلاحظ ان انا كل اللي سويته في هذا التفاعل ان انت زعت واتش من هني واتش واحدة من هني وسويت شنو رابطة شنو ثنائية هل عندي طريقة مباشرة حك هالشي اي نعم انا درست اني لو حطيت حمض الكبريتيك اللي هو مادة نازعة للماء وسخنت الى درجة 180 درجة سيليزية راح ينتج عندي الناتج مالي وايضا راح ينتج عندي جزيء ماي ايش رايكم نشوف العكس يابي اثنين بروبانول من البروبين اثنين بروبانول وينه كربونة كربونتين ثلاث وهذا الو اتش سي اتش ثري وهني سي اتش ثري وهني اتش واحدة من البروبين عدل هل مليتوا من السؤال صح بس السؤال الضروري هل اقدر اسويها بخطوة واحدة ولا لازم اقلف خطوات لو تلاحظوا شوي ترى كل اللي صار كسرنا الرابطة ودخلنا ماي هل عندي تفاعل اقدر اقول شديد اجتوه ولا ما عندي عندي بس مشكلتنا راح ننسى العام الحفاز ماله صح اتش تو اس او فول ودرجة حرارة تم ثلاثمية سيليزي بس وضغط بعد هم بهالطريقة راح اقدر اضيف الماء هل عندي اتش و او اتش راح يدش ال اتش على المكان اللي فيه اتش اكثر لان ال اتش يحب ال اتش و او اتش راح يدش بالنص ليش؟ انا فيه هيدروجينتين هنا و فيه هيدروجينة واحدة هنا اتش راح يدش هنا استاذ ليش ال اتش مادش على الهيدروجينات لانه هذا مو على رابطة ثنائية عايزنا نقول رابطة ثنائية هنا اخي تنرفز الاسئلة هذي اخي يبي الايثين من كلورو ايثان خلنا اكتب الناتج اول شي الايثين يعني كربونتين بينهم رابطة شنو؟ ثنائية هذا الايثين من منه من كلورو ايثان هذا الايثان والكلورو هل عندي طريقة مباشرة توصلني من هنا ليهني ولا لا انا قلبتها صراحة ما طلعوا اي شيء فش الحل؟ الحل اني احاول ارجع من هني ليه وراه؟ هل عندي اي تفاعل يردني من هني ليه وراه؟ اي شيء اقدر اسو منه الكين؟ اي توني انا حال واحد شنو؟ هذا ما شفتنا قبل شوي عدل ان انا اقدر اخذ الكحول احط عليه مادة نازية على الماء وسخن الى 180 درجة وسوي الكين عدل لا انسى هنا اقول زائد H2O عشان تكمل المعادلة اذا هذه المعادلة الخطوة الثانية الخطوة الاولى شنو راح تكون؟ بهذا يكون ناتج هنا فراح اقول CH3 CH2 OH شنو الطريقة اللي توصلني من هذا الى هذا هم صح؟ راح ياخذ ويسوي الكلوريد صوديوم والOH راح تدش مكان الكلور بعدين اخذ هذا وحطه هني وسوي العملية انتزاع الجزء ماي ويصير عندي الكين اذا انا بديت من الناتج رجعت لين وصلت المتفاعل هذه الطريقة راح تستصعبها انتحيل اذا كنت مو حافظ المعادلات لكن اذا انت حافظ المعادلات عدل وتدربت شوية على هالطريقة اللي قا اسويها راح تحل كل شيء ان شاء الله بسهولة يبي ايثيل ميثيل ايثر من بروميد الايثيل حط لي ايثيل ميثيل ايثر هذا الميثيل وهذا الايثيل هذا الناتج النهائي ما لي المتفاعل بروميد الايثيل هذا CH3 CH2 BR هل عندي طريقة مباشرة من هني الهني او لا على خبري انا خابر ان اقدر اسوي انا خبري 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 الاثنين بربونول تعطى انا خبري ثلاث واثنين عليها here there من البروميد الالكيل المقابل المقابل يعني لها نفس الشكل معناته هو قاعد يقول لي في عندي هني CH3 CH بس بدال الOH في بي ار ويظل السؤال هل عندي طريقة مباشرة ولا لازم نسويها بخطوتين فكروا ياي شوي في طريقة اشيل هذا وحط الOH خريضات الالكيل دائما تتفاعل بالاستبدال فنقدر نقص عليها انيب لها بحيث هذا الحبيب ياخذ صديقة والOH يحلل محلة وينتج عندي اللي ابيه وضح بالمعادلات كيف نحصل على ميثوكسيد الصوديوم من الميثانول منو ميثوكسيد الصوديوم ميثوكسيد كاهي هذي ميثوكسيد الصوديوم انعي من الميثانول منو الميثانول CH3 OH ويعود السؤال هل عندي طريقة مباشرة اسوي فيها التفاعل ولا اسوي بخطوتين لو تفكر شوية تقول انا ابي اشيل الOH واحط مكانها شنو صوديوم صح؟ غلط انا ابي اشيل الOH بس تهزوا براسك وياي رايح ابي اشيل الOH بس ما بيشيل الOH بكبرها اللي دارشين عدل راح يقولون ان هذا التفاعل حيل بسيط جرد اني اضرب باثنين هني عشان اوزن المعادلة وهذا مو شرط انك اوزن المعادلة سنتج عندي غاز الهيدروجين زائد اللي ابي شلي بصير بصير هذا يطلع ويسوي لي غاز الهيدروجين وهذا الحبيب اديش مكانه ابي اطلع استر اسم الميثانوات الاثيل من كلوريد الميثيل شلون؟ اول مشكلة راح تواجهك شلون تكتب استر ميثانوات الاثيل ميثانوات يعني من حمض الميثانويك من الميثانويك صح ميثانوات يعني شيء لله هذي هذي صارت ميثانوات طبعا راح تحط صالب بس ما راح نحط الصالب بالحين أنا بندخل عليها شق إيثيل حلوين هذا ميثانوات الإيثيل ميثانوات الإيثيل وبعدين نبيها من كلوريد للميثيل هذا CH3 وكلور هل عندي طريقة أوصل هنا مباشرة أم لا لازم خطوتين أنا أذكر أن تفاعل الأسترة سويته في الكحول صح لازم يكون فيه كحول هنا شنو تفاعل الأسترة تفاعل حمض كربوكسيلي مع كحول صح الحمض الكربوكسيلي أنا متأكدنا هذا ليش أنا كاهوش أقماله سويتها الكحول منه أكيد هذا هم؟ سي أج ثري سي أج تو وأسوي له أو أج وينتج وية الأستر ماي هذا تفاعلي تمام كلام جميل الحين شلون أوصل حق هذا منهني معنات أنا أبي أحول هذا الحبيب إلى شنو هاي كربونا واحدة أبي أخلي الكربونا هذه تصير شنو فيها طوال السالفة أول شيء وأسهل شيء أحولها كحول فرح أقول أن الكحولات يعني أغلب التفاعلات تبدأ فيها يلا حولت كحول شنو بيطلع وياي بيطلع وياي CH3 OH زائد Na CL خلصنا أخذ الكحول مالي أبي طريقة أحول الكحول إلى حمض كربوكسيلي وايد مرت علينا صح برمنقانات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك ماي شنو أو غاز الأكسجين المهم عامل مؤكسد رح يكون فيه مننا مولين هني رح حول لي هذا إلى C هني H O O H نفس عدد الكربونات اللهم حمض شنو كربوكسيلي بعدين أخذ الحمض الكربوكسيلي هذا أضيف عليه الإيثانول يطلع لي الناتج يخرب بيت يطلع ثلاث خطوات ونسينا نحط الماء هني كال الماء يابي إيثيل ميثيل إيثر من إيثوكسيد الصوديوم إيثيل ميثيل إيثر منه هذا O CH3 هذا الميثيل وهني الإيثيل يابي من إيثوكسيد الصوديوم هذا هل هناك أخذ؟ هل هناك أخذ؟ إيثوكسيد الصوديوم في O هناك أخذ بعدين نأخذ هذا إيثوكسيد الصوديوم نبي طريقة من هناك أخذ هل هناك طريقة مباشرة؟ أم لا نحتاج شغل؟ لا يوجد طريقة مباشرة يا جماعة الخير شلون؟ A CH3 PR شدرك؟ هنقول لك هذا كله جاهز كاهو صح؟ شو نقصنا؟ نقصنا CH3 أيب CH3 واشبك عليها شي شي للصوديوم رح ينتج عندي N ABR زائد اليابي أبي ثنائي إيثيل إيثر من الإيثانول ثنائي إيثيل إيثر كاهو من الإيثانول هذا الإيثانول هل في طريقة مباشرة؟ شنة شنة كان عندنا طريقة نقول جزيئين و H2SO4 و شنة 140 سيليزي صح؟ يطلع لك هذا زائد الماء عدل يريد حمض لبروبانويك CH3 CH2 COOH من واحد بربانول هذا واحد بربانول شلون؟ هل في طريقة مباشرة؟ أي 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 عمل مؤكسد يعطيني سيدة يريد حمض البنزويك من كلوريد البنزايل ارسم لي حمض البنزويك سوف نرسم بنزين ونطلع منك كربونا هذا حمض كربوكسيلي أريد من كلوريد البنزايل البنزايل منه؟ بنزايل والله نذكرنها تشذي قايلة وكلوريد هذا الكلور تمام الأمور طيبة هل في طريقة مباشرة؟ أنا ما أذكر طريقة مباشرة لكن خلجر بحول هذا إلى كحول شون حوله إلى كحول؟ حط له NOH كلوريد الصوديوم بيطلع وراح يتكون عندي الكحول CH2 OH الكحول هذا أقدر أسوي لعملية أكسدة باستخدام برمنقناة البوتاسيوم أو الأكسجين عوامل مؤكسدة صح؟ سيصير هنا OH زائد موالين من الأكسجين هذا شي سوي لعملية أكسدة يعطيني حمض كربوكسيلي يبي بنزوات الصوديوم من البنز ألدهايد منه بنزوات الصوديوم؟ الصوديوم من بنزوات الصوديوم؟ علق للسان خلاص بنزوات يعني من حمض البنزويك حمض البنزويك قايل هذا صح؟ بس أحذف هذه يصير اسمه بنزوات وحط طبعا السالب بس ما نحاطها لأني بدخل عليه الصوديوم هذا هو الناتج النهائي اللي أبي من البنزالدهايد من البنزالدهايد؟ ها؟ راح أحول هذا إلى حمض كربوكسيلي وبعدين أحطه هنا ويتفاعل ويكون للبطيخ هذا فعشان أحول الألدهايد إلى حمض كربوكسيلي راح أطلع عامل مؤكسد وقبل من قناة البوتاسيوم مع وجود حمض الكبريتيك راح يصير حمض كربوكسيلي C O O H أخذ الحمض الكربوكسيلي مالي هذا اللي أنا مستانس فيه الآن سويته وأحط عليه بس فلز الصوديوم راح تصير عاملة تبدال طبعا هني مولين راح يعطيني هذا اللي أبي مولين منه ومولين من الصوديوم عشان ما حد يزعل زائد غاز الهيدروجين اللي بتصاعد من وين من هذه اللي طلعت دشية صوديوم وكانها فطلع مولين من هذا سوى لي غاز الهيدروجين لو هني حتى ما يحتاج 2 مول مول واحد كافي أنه هذا الدهايد لو كان كحول نحتاج مولين شلون نحصل على أسيتات الصوديوم الحمض الأسيتيك تنهم باشرة هذي C O O H نبي أستات الصوديوم اللي هو C O O N A هذا صوديوم راح تصاعد غاز الهيدروجين مولين 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 شلون نحصل على ميثيل أمين من يوديد الميثيل من هو ميثيل أمين CH3 أنا أجدو هذا ميثيل أمين من يوديد الميثيل أنت عندي هني CH3 I شنو أعطيه ما عندي غير تفاعل واحد لا يوجد هذا كله يجب كلوريد وميثيل أمونيوم من الميثيل أمين كلوريد وميثيل أمونيوم صح ماذا هو من الميثيل أمين من الميثيل أمين CH3 NH2 شلون بالله هل في طريقة مباشرة إي في طريقة مباشرة L HCL بس زي لو طلب لا لو طلب هذا لعمل شو السوات شو الحل أ Rashد معه هذا أنظر أنا يتريك صح ويعطيني الناتج الأحمر يا رب تكونوا استفدتوا والحمد الله رب العالمين موسيقى